موسيقى استنكارا ورفضا لجريمة طعن رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طول كرم القاضي عماد ثابت من قبل أحد المتهمين اعتصم القضاة والمحامين أمام المحاكم في الضفة الغربية هذا الحادث أكيد أنه لن يمر مرور الكرام هذا حادث خطير يعتبر مس ليس بسعادة القاضي الزميل عماد ثابت وإنما هو مس بجميع القضاة وهو مس بكل حر وشريف في هذا البلد الأستاذ عماد ثابت معروف بأخلاقه ودمات أخلاقه ونحن جميعا لا يجد علينا أي حراسة ولا نطالب بحراسة ولا أحد منا يطلب أن يكون معه حراسة أنا حراستي هو ضميري المرتاح من قرار القضاء المعتصمون طالبوا بسرعة إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة معتبرين أن الاعتداء على القاضي ثابت هو الاعتداء على السلطة القضائية والأمن العام هذا الاعتداء تنظر إليه نقابة المحامين بخطورة بالغة بل بأشد الخطورة لأن الاعتداء على قاضي يعني الاعتداء على السلطة القضائية بأكملها يعني الاعتداء على الأمن العام على النظام العام اعتداء على الحاكم بصفة القضائية وبالتالي نحن في نقابة المحامين نرى أن هذا الاعتداء هو ليس مجرد اعتداء على قاضي بشكل فردي وإنما هو اعتداء خطير نحن المحامين والقضاء وأعضاء النياب العامة نستنكر ما حدث معهم ونطالب بالحماية الشاملة لجميع أركان العدالة ومنها المحامين والقضاء وأعضاء النياب العامة كاملا حيث أن أي مساس بأي من أحد أعضاء هذه العدالة فهو يمس الشعب بشكل كامل هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها القضاء أو باقي أركان العدالة للاعتداء فقد سبق حوادث مشابهة كثيرة الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل لوضع حد لهذه الاعتداءات